اهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات الصفة الثالث الثانوي في درس جديد من دروس مادة الفلسفة والمنطق ودرس اليوم بعنوان اخلاق المسئولية والمنظمات البيئية قبل ما ناخد هانزي وناس واخلاق المسئولية نفتكر كده مع بعض اخدنا ايه في الدروس اللي فاتت اخدنا موقف المفكرين العرب من البيئة زي ابن خلدون وابن ردوان وبعد كده شرحنا موقف الفلسفة المعاصرين من قضايا البيئة واخدنا بيتر سينجر وتوم ريجان وكانت دعوة سينجر وريجان لاحترام حقوق الحيوان واخدنا بعد كده رأي قلد ليوبولد واخلاق الارض بعد كده شرحنا اريني نايس والايكولوجية العميقة النهاردة هيكمل اخر اتنين من الفلسفة الذين دعوا للحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة وكان الاتنين رأيهم واحد اول واحد فيهم اسمه هانزي وناس واخلاق المسئولية معنى اخلاق المسئولية عند هانزي وناس هناك كائنات حية كثيرة في البيئة زي الانسان والحيوان والنبات طيب انا محتاج حد من التلاتة دول اوصيهم على البيئة طب هوصي الانسان ولا الحيوان ولا النبات اكيد هوصي الانسان لانه يتحمل مسئولية البيئة واكيد هاختاره لان الكائن الحي الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله العقل وفضله على باقي الكائنات الحية الاخرى لذا لازم الانسان هو اللي يتحمل المسئولية وفي المقابل ربنا صخر للانسان كل ما في البيئة لخدمته ورفاهيته اذا تنبع اخلاق المسئولية عند يوناس من ان الانسان هو الكائن الحي الوحيد الاكثر وعيا وادراقا لاهمية التعاون المتبادل بين كل الكائنات الحية بمعنى ان الانسان هو الكائن الحي الوحيد غير الحيوان وغير النبات الاكثر وعي وفهم وادراق لأهمية التعاون بين الكائنات لأنه هو الوحيد الذي يمتلك العقل ويفهم معنى المسؤولية وإيه كمان؟ هو الكائن الحي الوحيد الأكثر فاعلية لهذا الوجود بمعنى هو اللي لازم يكون له تأثير ولا النبات ولا الحيوان له تأثير زي الإنسان ثالث حاجة هو الكائن الحي الوحيد الذي يستطيع إدراك المسؤولية وتحملها يعني الإنسان هو الوحيد اللي هيفهم معنى المسؤولية هو الوحيد اللي هيتحمل نتائج الأفعال هو المسؤول عن كل ما يحدث في البيئة وما يعود على البيئة سواء نفع أو ضرر عشان كده بفرض على الإنسان نوع من الالتزام الأخلاقي أو الالتزام الخلقي ناحية البيئة ليه؟ عشان أقدر أحافظ على الأجيال القادمة لذا يفرض يوناس على الإنسان التزام أخلاقي أو مسؤولية خلقية تجاه البيئة والأجيال المقبلة بمعنى أن الإنسان مش يحافظ على البيئة حاليا فقط وإنما يحافظ على البيئة للأجيال القادمة أو الأجيال المقبلة تتميز أخلاق المسؤولية عند يوناس بأنها تدعو إلى أخلاق المستقبل يعني إيه؟ تدعو إلى أخلاق المستقبل عشان نقدر نحافظ على الأجيال القادمة عشان نقدر ندافع عن مصلحة الأجيال المقبلة واللازم أننا أحافظ على البيئة الحالية للأجيال المقبلة والاهتمام بمستقبل ومصلحة الأجيال القادمة هللاحظ اللي هنزل ناس كل كلامه عن الأجيال القادمة أو الأجيال المستقبلية لأن لو من حق الأجيال الحالية استغلال كل ما في البيئة من موارد وثروات والاستفادة منها لازم برضو يكون حق الأجيال المقبلة الاستفادة من هذه الموارد وتلك الثروات فلازم على الإنسان اللي هو يتحمل المسئولية نحو المستقبل سواء المسئولية دي كانت تجاه البيئة حاليا تجاه الطبيعة أو مستقبل الأجيال القادمة اللي أنا بقول عليها الأجيال المقبلة أو الأجيال المستقبلية رقم به حقوق الأجيال المستقبلية القادمة اللي هي الحقوق القادمة اللي هانز يونس تتكلم عنها قال لك الأجيال القادمة عند هانز يونس لها حقوق بيئية يعني الحقوق دي تتمثل في إيه؟ لازم أننا ألتزم التزام أخلاقي نحو الأجيال القادمة واحميهم من أي خطر ليه؟ قالك الأجيال الحالية دي عبارة عن همزة وصل حلقة هتصل بين البيئة وهتصل بين الأجيال القادمة علشان كده لازم الأجيال الحالية تضع في حسابتها حقوق الأجيال القادمة بمعنى أن أنا ما أمشي في الحاضر بأي خطر يسبب خطر على الأجيال المقبلة أو يؤثر بالسلب عليهم فمثلا لو أنا قلت عدم البناء على الأراضي الزراعية أنا مش هبني على الأراضي الزراعية ليه؟ قالك لأنك كده بتحرم الأجيال القادمة من الاستفادة بخير هذه الأراضي ولازم أننا ما ألقيش مخلفات المصانع في نهر النيل ليه؟ لأنها يلوس المياه وبالتالي هيأثر على الأجيال القادمة تاني حاجة يؤكد يونس أن هذه الحقوق ليست نابعة من المسئولية الأبوية تجاه الأجيال فقط أمال إيه؟ قالك ده واجب طبيعي متأصل في الإنسان تجاه الأجيال بمعنى الحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية ده حق طبيعي على كل إنسان واجب الحفاظ على البيئة لأنه موجود في البيئة ولازم يحافظ عليها لمين؟ للأجيال القادمة والمسئولية هنا مش مسئولية أبو تجاه أبنائه فقط لا ده على كل إنسان يعيش على كوكب الأرض إن هو يحافظ على البيئة اللي عايش عليها ثالث حاجة المحافظة على كرامة الأجيال في المستقبل يعني إيه؟ يعني الإنسان ما ينفعش يتصرف بشكل سيء في البيئة ليه؟ لأنه هيؤدي إلى تدمير الموارد اللي موجودة في البيئة سواء الموارد دي بشرية طبيعية سواء متجددة غير متجددة ليه؟ لأن دوت هيأثر بالسلبة على الأجيال القادمة وهيأثر على قرامة الأجيال في المستقبل رابح حاجة البسئولية الأخلاقية أو المسألة الخلقية عند يناس ليس فقط لأجيال المستقبل يعني مش معنى أننا أعيش أو أحافظ على أجيال المستقبل فقط أما لإيه؟ لازم أننا أرتقي بحياتهم يعني أحافظ على الثروات والمصادر المادية اللي موجودة في البيئة واللي أنا لازم أسيب لهم بأنظيفة متطورة صالحة للاستخدام وتجنب المستقبل المهدد بالمخاطر أتجنب المستقبل المهدد بالأضرار لازم أرتقي بحياة الأجيال القادمة أو الأجيال المستقبلية مش مجرد العيش عليها فقط وإنما الارتقاء بحياة تلك الأجيال خمسة تتعلق المسؤولية الأخلاقية نحو أجيال المستقبل عند يناس بجانبين يعني المسؤولية الأخلاقية ديت لها جانبين عند هانز يناس إيه هم الجانبين؟ أول جانب بيقولك وجود موجودات بشرية في المستقبل تاني حاجة وجود ثروات مادية وطبيعية تعتمد عليها الأجيال القادمة يعني إيه الكلام ده؟ هانز يناس بيقولك المسؤولية الأخلاقية تجاه الأجيال القادمة أو الأجيال المستقبلية تتحدد فيه جانبين أول حاجة لازم يكون فيه موجودات بشرية في المستقبل يعني إيه؟ لازم يكون فيه علماء لازم يكون فيه أطباء كوادر فنية طيب ده هيتوفر إزاي؟ قالك إحنا في التقدم العلم والتكنولوجي أثر بالسلب على حياة الكائنات الحية وخاصة الإنسان طيب زي إيه؟ التقدم العلمي أثر على الإنسان قالك هناخد بعد كده حاجة اسمها الاستنساخ حاجة اسمها الهندسة الوراثية ده ممكن يؤثر بالسلب على حياة الإنسان؟ قالك آه لأن الاستنساخ دوت يستطيع القضاء على الجنس البشري يعني ممكن ما يبقاش فيه جنس بشري خالص وده هيهدد حياة الأجيال المقبلة أو الأجيال في المستقبل هيهددهم بإيه؟ هيهددهم بالفقر البيولوجي بالانقراض فلازم إننا حافظ على الموجودات البشرية في المستقبل عشان يكون فيه مستقبل تاني حاجة وجود ثروات مادية وطبيعية يعني الاتنين ثروات مادية زائد ثروات طبيعية من اللي هيعتمد عليها الأجيال القادمة؟ بمعنى لازم إننا نوفر لهم هوا نظيف تربة نظيفة مياه نظيفة لو نجحنا في الحفاظ على الجنس البشري ولو نجحنا في إننا نحميه من الإنقراض فلازم إن هو يعيش بموارد وثروات مادية وطبيعية فلو كان من حق الأجيال الحالية إن هي تستمتع بالثروات المادية والطبيعية الموجودة في البيئة وتحقق منفعتها منها فلازم كمان من حق الأجيال القادمة الاستفادة من تلك الموارد والاستمتاع بالثروات المادية والطبيعية فلو من حقك إن انت تستخدم مثلا مياه نخر النيل فلازم إن انت تحافظ عليه نظيف غير ملوس لمين للأجيال القادمة؟ تاني فيلسوف عندي دانيال كلاهان احنا أخذنا قبل كده اتنين من الفلاسفة لهم نفس الرأي زي فيتر سينجر وتوم ريجان وقلنا الاتنين دول نفس الكلام في دعوتهم للحفاظ على حقوق الحيوان هناخد برضو دلوقتي دانيال كلاهان وهنلاقي إن كلامه أو رأيه نفس رأي هانز يوناس أكد كلاهان على ثلاث أسس لازم يؤوم بها مين الأجيال الحالية لمين للأجيال القادمة أو تجاه الأجيال المقبلة أو القادمة حدد كلاهان مجموعة من الأسس في احترام حقوق الأجيال المستقبلية يعني على الأجيال الحالية القيام بثلاث حاجات تجاه الأجيال القادمة أو الأجيال المستقبلية أول حاجة يجب على الأجيال الحالية هو هنا بيخاطب مين الأجيال الحالية اللي هتقوم بتصرف معين تجاه الأجيال القادمة أول حاجة يجب على الأجيال الحالية إنها ما تتصرفش بشكل يمثل خطر على وجود الأجيال القادمة بمعنى إن الأجيال الحالية دلوقتي لو قامد بتلوس البيئة بتدمير البيئة ده هيمثل خطر هيشكل خطر على مين؟ على الأجيال القادمة طيب الأجيال القادمة دي لها حق أي وليها حق زي ما الأجيال الحالية قادر إن هي تستمتع بكل ما هو متوافر لها في البيئة فمن حق الأجيال القادمة الاستفادة هي الأخرى طيب بعد كده هنشوف يجب على الأجيال الحالية ألا تتصرف بطريقة تسبب خطر على مين؟ على كرامة الأجيال القادمة يبقى هنا الأجيال الحالية ما تتصرفش بطريقة خطأ أو بشكل يمثل خطر على مين؟ على كرامة الأجيال القادمة بمعنى قيام الأجيال الحالية بتلوث البيئة هيأثر بالسلب على مين؟ على حياة وصحة الأجيال المستقبلية أو القادمة وبالتالي العيش بدون قرامة ثالث حاجة يجب على الأجيال الحالية الأجيال الحالية تعمل إيه؟ تدافع عن مصالحها الخاصة وهي بتدافع عن المصالح دي لازم أن هي تدافع عنها بطريقة تقلل من المخاطر بمعنى أن الأجيال الحالية وهي بتدافع عن مصالحها الخاصة تعمل كده بس بشكل يقلل من المخاطر شوية طب المخاطر دي هتعود على مين؟ هتعود على الأجيال القادمة أو الأجيال المستقبلية يبقى لو من حق الأجيال الحالية أن هي تلبي احتياجاتها أن هي تدافع عن مصالحها لكن مش من حقها أن هي تعرض الأجيال القادمة للمخاطر فمثلا عند إنشاء مصنع من المصانع لازم أن أعمل فلاتر عشان أقدر أن أقلل من التلوث وحافظ على البيئة للأجيال القادمة طيب إحنا أخذنا لحد دلوقتي آراء كل من هانز يوناس وكلهان طيب هل أراء وأفكار هانز يوناس ودانيال كلهان أثر أو صده حد سمع للكلام ده؟ أي وطبعا لذلك نتجى عن دعوة هانز يوناس وأنصاره أنصاره اللي هم مين؟ دانيال كلهان صدور ميثاق كلمة ميثاق هنا يعني قانون طيب القانون ده هيعمل إيه؟ هيحمل أجيال القادمة أو الأجيال المستقبلية يبقى النتيجة المترتبة على أفكار أو آراء هانز يوناس وكلهان اللي هو أنصار هانز يوناس صدور ميثاق ميثاق هنا يعني قانون القانون ده هيعمل إيه؟ هيحمل أجيال المقبلة من مين؟ من الأجيال الحالية طيب الميثاق ده ينص على إيه؟ أول حاجة حق كل جيل من الأجيال المقبلة هنا بيتكلم عن مستقبل في الحياة على كوكب الأرض ولابد أن يكون هذا الكوكب بيتكلم عن كوكب الأرض لازم أنه يكون خالي من التلوس خالي من التلف لكي يستطيع الأجيال المقبلة الاستمتاع بيه يعني حق كل جيل من الأجيال القادمة أو المقبلة أن هي تعيش على كوكب غير ملوس غير تالف عشان تقدر أن هي تستمتع بيه زي ما الأجيال الحالية قدرت أن هي تستمتع بهذا الكوكب زي ما قلنا قبل كده استخدام فلاتر في المصانع عند إنشاءها وعدم إلقاء مخلفات في نهر النيل يبقى باستخدم الفلاتر عشان أحد من تلوس الماء أو أحد من تلوس الهواء وعدم إلقاء مخلفات المصانع في نهر النيل تاني حاجة يجب على كل جيل نحو الأجيال القادمة عدم التصرف بأي طريقة تسبب خطر لا يمكن علاج نتائجه أو إصلاحه هنا بيتكلم على مين؟ هنا بيتكلم على الأجيال الحالية يجب عليها إيه؟ إن هي ما تتصرفش بشكل يمثل خطر على الأجيال الحالية لإن في موارد غير قابلة للتجديد فمثلا عندي تلوس نهر النيل وإلقاء المخلفات فيه ونفيات المصانع ده هيشكل خطر لا يمكن علاجه أو إصلاحه لإن مش هقدر أعوض نهر النيل تاني تالت حاجة يجب على كل جيل المراقبة الدائمة للتغيرات الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي اللي بيأثر بالسلب على كوكب الأرض بمعنى إيه؟ إحنا أخدنا قبل كده في أول الموضوع فلسفة البيئة وقلنا فلسفة البيئة ظهرت ليه؟ قالك ظهرت عشان تحل المشكلات تحل المخاطر اللي مين اللي عملها؟ التقدم العلم والتكنولوجي هو اللي عمل مشاكل وعمل مخاطر طب المشاكل دي والمخاطر دي أصرت بالسلب على مين؟ أصرت على كل الكائنات الحية وخاصة الإنسان ضمرته لذلك لازم على كل إنسان القيام بمتابعة التغيرات اللي بتحصل بمتابعة التغيرات الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي فمثلا على سبيل المثال لو أنا جيت قلت في البلاد الأوروبية هيبتدوا أن هم يعملوا نفايات ذرية لازم عندي دفنها تبقى على عم كبير من باطن الأرض ليه؟ قالك لأن لو أنا استهونت بالموضوع دوت هيأثر بالسلب على كل ما هو موجود في البيئة وخاصة الإنسان وبالتالي هيترتب عليه مخاطر وكوالس رقم أربعة عندي بيقول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من تعليم بحث تشريع لضمان حقوق الأجيال القادمة يبقى أنا دلوقتي الإجراءات دي هتم فين؟ في التعليم؟ في البحث العلم في التشريع بمعنى إيه؟ لازم أتخذ جميع الإجراءات في التعليم يعني احتواء المناهج الدراسية على ضرورة الحفاظ على البيئة وضرورة سيارة البيئة أو الإحترام والصول للبيئة تاني حاجة البحث العلمي يعني إيه؟ لازم تكون الأبحاث العلمية عندي تحتوي على مراجع تحتوي على موضوعات تحث على المحافظة على البيئة ثالث حاجة التشريع يعني إيه؟ الدولة لازم تقوم بوضع قوانين صارمة وتشريعات للحفاظ على البيئة لازم الدولة تقوم بوضع قوانين صارمة للحد من انتشار أسلحة الضمار الشامل لازم الدولة تقوم بوضع قوانين صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على الحيوانات المنقردة يعني معنى كده ان كل ما هو خاص بالقوانين والتشريعات يخص الدولة خامس حاجة يجب حث وتشجيع هشجع مين هشجع تلجهات الحكومات المنظمات الغير حكومية وهناخدها بعد كده الافراد هشجعهم على ايه على اللي هم يساعدون في تنفيذ المبادئ السابقة من ميثاق حماية حقوق الأجيال المقبلة وبكده نكون انتهينا من هانزيوناس وكلا هان وناخد أسئلة على الجزء اللي فات اختر الإجابة الصحيحة أعظم أنواع الخلل التي نتعرض لها الآن ناتجة عن الإنسان نفسه يعني معنى كده أن أي خطر ناتج عن الإنسان باعتباره هو الأكثر وعياً والأكثر فهماً فهو يعبث بالتوازن البيولوجي ويؤدي حتماً إلى أضرار ومخاطر قد تكون قاتلة لنوعه اللي هي الكائنات البشرية فعليه أن يدرك مدى الأخطار التي قد تهدده مستقبلاً هو من اللي يتكلم عن المستقبل؟ اللي يتكلم عن المستقبل سؤال كمان اختر الإجابة الصحيحة حافظ على البيئة تحافظ عليك وقبل إقامة أي مشروع يجب أن نراعي البيئة وحق الأجيال المقبلة هو هنا بيكلم مين؟ بيكلم الأجيال الحالية ليه؟ عشان نراعي حقوق الأجيال المقبلة مين اللي قال الكلام ده؟ أرين ينايس بيتر سينجر دانيال كالهان ألدو ليبولد هلأ إن هو كالهان هو اللي قال كده تعريف المنظمات غير الحكومية لما شرحنا ميطاق حماية حقوق الأجيال المقبلة عند يوناس قلنا آخر نقطة في الميطاقة إيه؟ آخر نقطة بتقول حث وتشجيع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد على تنفيذ مبادئ الميطاق طيب هنقف بقى عند كلمة المنظمات غير الحكومية كل دولة فيها منظمات أو جمعيات غير حكومية طيب يعني إيه المنظمات الغير حكومية دي؟ قال لك هي مجموعات تطوعية يعني إيه تطوعية؟ يعني محدش بيلزمها بأداء فعل معين لا تهدف إلى الربح يعني إيه؟ يعني هدفها مش الفلوس غير قابلة للربح من اللي بينظمها؟ قال لك مجموعة من الأفراد مجموعة من المواطنين سواء الأفراد دول على المستوى المحلي يعني مثلا على مستوى مصر هنقول ده على المستوى المحلي يبقى كده الأفراد دول هيتجمعوا مع بعض على المستوى المحلي مثلا على مستوى مصر أو الإقليمي يعني مثلا على مستوى قرد إفريقيا أو الدولي يبقى على مستوى العالم كله يبقى المنظمات غير الحكومية مجموعات تطوعية وليست الزامية مش هدف الفلوس هتنظمها مجموعة من الأفراد سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي من اللي هيقضها؟ مجموعة من الأشخاص ليهم اهتمامات مشتركة يعني إيه؟ هدفهم واحد الأمور كلها اللي بيتنقشوا فيها الأمور كلها اللي بيقضوها بيدوروا حول مهام محددة إيه هي المهام؟ زي حقوق الإنسان زي حقوق الطفل المرأة، البيئة، الصحة والمنظمات دي بيكون هدفة تنفيذ المشاريع الإنسانية إن الدولة تعجز عن تنفيذها هناخد بعد كده مداخل حماية البيئة أنا عندي ثلاث مداخل لحماية البيئة اتطور عمل المنظمات غير الحكومية إمتى؟ في نهاية القرن التسعتاشر كان فين دوت؟ كان في الولايات المتحدة أخذت عدة مداخل لحماية البيئة ثلاث مداخل أول مدخل عندنا اسمه مدخل يهم أصحاب القرار إحنا كده هنحط المدخل ده بين قصين ونقول عليه الدولة يعني إيه؟ يعني الدولة هي المسؤولة عن المدخل ده بتعمل إيه الدولة؟ الدولة بتوصل حكومة أو بتخلي الحكومة تقوم بتنفيذ مجموعة من القوانين بتنفيذ مجموعة من التشريعات لحماية البيئة يعني معنى كده إن الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة طيب الدولة دي بتعمل إيه؟ أول حاجة سن القوانين والتشريعات لحماية البيئة تاني حاجة تشجيع البحث العلمي المرتبط بحماية البيئة تالت حاجة نشر الثقافة البيئية يعني من حق الدولة إن هي تثن القوانين والتشريعات عشان تقدر تحافظ على البيئة وتعاقل سواء بالسجن أو بالغرامة لمن يقوم بحرق المخلفات الضرة لمن يقوم بإلقاء المخلفات في ظهر الدنيل تقدر إن هي تشجع البحث العلمي المرتبط بحماية البيئة وتنشر الثقافة البيئية في الدولة ده المدخل ده مين مسؤول عنه؟ الدولة نشوف مدخل تاني مدخل يهم الاقتصاديين العاملين بالقطاع العام والخاص يعني معنا كده إحنا ممكن نقول بين قوسين دول أصحاب رؤوس الأموال اللي هم أصحاب الشركات أو رؤوس الأموال بيعملوا إيه؟ بيخصصوا جزء من الموارد اللي هي الفلوس بتاعتهم عشان يعملوا إيه؟ لحماية البيئة بيعملوا إيه كمان؟ بيستخدموا وسائل تكنولوجية للحد من التلوث البيئي بيعملوا إيه كمان؟ بيخففوا من التلوث البيئي عشان يقدروا إن هم يسهموا في علاج اختلال التوازل البيئي يعني معنى كده إن المجموعة دي أو المدخل ده مسؤول عن التمويل يعني إيه؟ اقتبرع بجزء من الفلوس بتاعتهم عشان نقدر إن إحنا نحمل بيئة يعني مثلاً دلوقتي أنا عايزة أزرع شجر في البيئة عايزة أعمل أعمدة للإنارة عايزة إن أنا أرصف الشوارع لازم كل صاحب رأس مال سواء في القطاع العام أو الخاص يقوم بتخصيص مبلغ من المال لحماية البيئة واعتماد كثير من المصانع عن هم يستخدموا وسائل آمنة للتخلص من المخلفات في البيئة ده كان تاني مدخل أم التالت مدخل مين؟ قال لك مدخل يهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية دول بقى هنقول عليهم الأفراد المتطوعين الأفراد المتطوعين دول هم لازم يقوموا بإيه؟ دول هيشاركوا في مجهودات عشان يحموا البيئة هينشروا الثقافة البيئية من خلال برامج التوعية أو التربية البيئية ثالث حاجة هيواجهوا الأخطار التي تهدد التوازن البيئة يعني معنى كده لو أنا فرد في جمعية من الجمعيات أو منظمات غير الحكومية هيبقى الضور بتاعي أن أنا أشارك في حماية البيئة أن أنا أنشر الثقافة البيئية أن أنا أواجه الأخطار اللي بتهدد اختنال التوازن البيئة طيب أنا عشان أعمل الحاجات دي كلها محتاج فلوس محتاج أموال مين اللي هيمول لي؟ أصحاب رؤوس الأموال طيب بعد ما حاميت البيئة زراعة الأشجار عملت إنارة للأعمال اللي بوجودة رصفت الشوارع محتاج أحافظ عليها مين هيحافظ لي عليها؟ الدولة إزاي؟ عن طريق سن التشريعات والقوانين ومعاقبة كل من يعبز بالبيئة أو بالطبيعة يبقى أنا كده عندي ثلاث مداخل لحماية البيئة أول مدخل أصحاب القرار الدولة توصل حكومة أو تطلب من الحكومة أن هي تنفذ القوانين والتشريعات التي تضعها تاني حاجة مدخل يهم الاقتصاديين اللي هم أصحاب رؤوس الأموال ثلاث مدخل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تعالوا كده نشوف مع بعض أهم الجمعيات والمنظمات البيئية غير الحكومية اللي موجودة في العالم في عندي كان منظمة اتنين أول منظمة اسمها منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم أو والسلام نحة منظمة تطوعية غير حكومية إن احنا قلنا دي منظمات تطوعية غير هادفة للربح مكانها فين؟ موجودة في 40 دولة زي أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية يبقى نحة منظمة تطوعية غير هادفة للربح وغير حكومية موجودة في 40 دولة عدد أعضاءها 4 ملايين عضو أو 4 مليون عضو في مختلف أنحاء العالم طيب اهتمامتها بتهتم بإيه؟ السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم أو والسلام هتهتم بإيه؟ قالك أول حاجة هتهتم بيها حماية البحار والغابات يعني إحماية البحار والغابات أحمي البحار من إلقاء المخلفات أحمي البحار والأنهار من مخلفات المصانع أحمي الغابات وعدم قطع الأشجار تاني اهتمام الحد من الأسلحة النووية لحظوا أن العنوان اسمه إيه؟ العنوان اسمه منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم يعني لازم نعيش في سلام ما يكونش فيه أسلحة نووية المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية وخاصة الموارد غير المتجددة رابح حاجة التخلي عن استخدام المبيدات الكيموية السمة يعني إيه؟ المبيدات الكيموية السمة إن أنا ممكن إن أنا أستخدم المبيدات دي عشان أقبر حجم النبات شوية أو عشان أصرع شوية في نموه بس ده يأثر بالسلب على صحة كل الكائنات الحية وخاصة الإنسان المنظمة التانية اللي معايا اسمها المنظمة العالمية لحماية حقوق الحيوانات البرية يعني معنا كده هتهتم بالحيوانات فقط نوعها منظمة غير حكومية غير قابلة للربح تطوعية من المنظمات الغير حكومية أو العمل التطوعي مكانها موجودة في 26 دولة عدد أعضاءها 4 مليون و700 عضو اهتمامتها بتهتم بإيه؟ المنظمة العالمية لحقوق الحيوانات البرية حماية الحيوانات البرية المهددة بالإنكراد يعني أي حيوان مهدد بالإنكراد بعمله حماية تاني حاجة إن أنا أنشأ محميات طبيعية لمين؟ للحيوانات البرية حتى لا تعرض للإنكراد تالت حاجة حماية البيئة من مين؟ أو حماية الغابة من مين؟ من الإنسان ليه؟ لأنه قام بقطع الأشجار وبالتالي أدى إلى إنكراد الحيوانات فالغيبة دي عبارة عن وسط طبيعي لمين؟ للحيوانات البرية فلما أنا أعمل قطع للأشجار هيبتدي الحيوانات البرية في الإنكراد ويؤدي إلى تدهر الحيوانات البرية يبقى إحنا كده أخدنا اتنين من المنظمات منظمة السلام الأخضر المنظمة العالمية لحماية حقوق الحيوانات البرية ناخد أسئلة على الجزء اللي فات اختر الإجابة الصحيحة من المفروض أن كل رجال الأعمال يتبنوا فكرة الإصلاح وذلك من باب التكاتف والارتباط بمؤسسات البيئة يبثل هذا ما تخل أصحاب القرار الفاعلين الاقتصاديين الجمعيات الغير حكومية كل ما سبق هو مبدأيا مش هتكون كل ما سبق ليه؟ كل مدخل من دول هنلاقي أن أصحاب القرار لهم أراء معينة في المدخل بتاحه الفاعلين الاقتصاديين لهم مدخل أو لهم رأي معين الجمعيات غير الحكومية ديها رأي أو اهتمامات معينة تعالوا كده نشوف السؤال مع بعض بيقول إيه؟ رجال الأعمال رجال الأعمال يعني الناس اللي معاها فلوس يعني أصحاب رؤوس الأموال دي إحنا خدناها في مدخل الاقتصاديين أو الفاعلين الاقتصاديين نشوف سؤال كمان اختر الإجابة الصحيحة على كل فرد في الدولة أن يقطع من وقته جزءا يساهم به في عملية الإصلاح لإعطاء البيئة حقها علينا مما يسهم في ارتقاءها ديها الجسد مدخل من المداخل السلاثة الفاعلين الاقتصاديين الجمعيات غير الحكومية أصحاب القرار كل ما سبق السؤال بيقول إيه؟ على كل فرد في الدولة يعني معنا كده بيكلم الجمعيات غير الحكومية وبكده أعزائي الطلاب نكون وصلنا نهاية درس اليوم على أمل في لقاء قريب في درس جديد من دروس مادة الفلسفة والمنطق فإلى اللقاء